لم تغب القضية الفلسطينية عن مباحثات الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لكل من ألمانيا والنرويج تأكيدا على مواقف الأردن الثابتة منها فالمباحثات تناولت أهمية حل القضية المركزية في المنطقة على أساس حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف جلالة الملك وهو المدافع بكل صلابة وحكمة عن القضية الفلسطينية وحقوق شعب الفلسطيني يحمل القضية بكافة المحافل الدولية وعبر المنابر الأممية أيضا من أجل التأكيد على ضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي وحذر الملك عبد الله من استمرار الجمود في عملية السلام نتيجة السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب وأكد على ضرورة بذلي ما يمكن من جهد لإبقاء القضية على أجندة المجتمع الدولي في ذات الوقت يركز جلالة الملك بأن عدم تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقويد جهود حل الدولتين بالنظر إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التهويد والاستيطان والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني التي يمارسها يوميا وفيما يتعلق بالقدس المحتلة شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما في الأماكن المقدسة خاصة في المسجد الأقصى المبارك الأردن واحة للاستقرار رغم كل الظروف الصعبة وجلالة الملك اعتاد على حمل وطرح ملف القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين وأهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة مع التأكيد على أنه يجب على إسرائيل أن تحترم الدور الأردني في حماية المواقع الدينية في القدس الشريف سندس أحمد تلفزيون فلسطين عمان